السيدات والسادة أهلا بكم عاملين ايه كله تمام؟ والله أنا بفكر معاكم صوت عالي يعني مفيش حاجة بتتاخد كده قرار عامل زي مشرة الجراح خبط لازل لكن بما أن احنا بنتكلم على حوار وطني بشكل عام في مصر وبنتكلم على نهاردة كان فيه الجلسة بتاعت الصناعة والاستثمار والتوصيات المدرجة من قبل الجلسة إلخ 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 لازم فعلا نفكر بجدية في ازاي نقدر نقلل الاستيراد مش تقليل الاستيراد بالمفهوم الكلاسيكي القديم خالص مش اللي هو إيه وقف الاستيراد والحاجة المحلي بس اللي هنشتغل بيها و هنستخدمها مسألة ما بيجيش كده مسألة بتيجي بأن أنا أوطن صناعات عندي أوطن صناعات عندي وعندي صناعات شديدة البساطة أقدر أوفي بيها احتياج محلي يعني مفيش حد يقول أن أنا روح أستورد مسامير صلب لا بتتدق في الحيطة يعني مش ما فيهاش حدوتة يعني يبقى لازم جدا أشوف والله المستثمرين الصغار يعملوا مصانع تشتغل على موضوع مثلا مصامير صواميل ورد الحاجات البسيطة اللي بتتحط جوه فاتورة استيراد بلا أي داعي ولا أي لازمة خالص خالص يعني وما تجيش تقولي أصل المشكلة في المادة الخام الأمور بتدرس يعني ندرس الموضوع ونشوف أنا محتاج إيه هو أن لو استوردت مادة خام هتوقف علي أغلى من ده أن استورد المنتج النهائي استحالة ده لو أنا محتاج المادة الخام أصلا يعني أنا بس بقى أقول لحضرتك أنه المسألة كلها متعلقة حلول عجلة يبقى أوطن صناعات أبدأ بالبسيط في الأكبر في الأكثر تعقيدا إلى آخره ده طريقة الطريقة التانية هي أن أنا كمان أزود الصادرات بتاعتي زود صادرات على قد ما تقدر عندنا حاجات كتير جدا نقدر نشتغل عليها ونعمل لها بروساسنج ونصدر زمان قبل 2014 كنا بنصدر مواد خام مش عارف أستخدم أنهي مصطلح في ضخامة وفداحة هذا الجرم جرم بتصدر مواد خام يتعمل عليها نص تصنيع وتستوردها أنت بعشرين وتلاتين ضعف ولو تصنعت بالكامل تستوردها بمية وساعات ألف ضعف في بعض الأحوال طبعا المثل الشهير والأشهر هو الرملة السودة من ناحية تانية في الرملة البيضة السلك ده مثلا يعني أنه مكان ما كان على شوية حاجات بسيطة فما بالك بغيره من معدن وعناصر موجودة كنت بتاخدها على طول هب يلا إشحن صدر سلامه عليكو وهم إرشين بيخشوا عدم استغلال وعدم حسن في إدارة موارد كان فادح لدرجة الجرم كان بيجرى الحمد لله من 2014 في بعض هذه الأمور توقفت بشكل كامل تصدير المواد الخامل اللي بالشكل ده اتوقف ده مش بس كده ده احنا اشتغلنا على فتح مجموعات كبيرة جدا من المصانع العملاقة يعني بالمعنى الكامل لكلمة عملاقة بيصنع لك هذه المواد الخام بشكل كامل مش بس نص تصنيع مش بروساسينج يعني وخلاص